بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله نستكمل مشوارنا في موضوع المعالجة المحاسبية العمليات قسم الكمبيلات شباب أنا عندنا الكمبيلات هي ورقة تجارية يتم إصدارها من قبل شخص لشخص آخر ولكن أحيانا الورقة التجارية هذه بحاجة إلى تحصيل كيف يتم تحصيلها؟ يفترض أن التحصيل يتم من قبل مستلم الورقة ولكن نظرا لأن انشغال التجار أو الأشخاص الحاملين للورقة فإنهم يقومون بتكليف جهة أخرى بالقيام بتحصيل هذه الورقة خاصة إذا كانت هذه الورقة مسحوبة على شخص في منطقة جغرافية بعيدة عن منطقة التاجر فإنه يكلف البنك بالقيام بتحصيل هذه الكمبيلات لنظرا لأن البنك يقوم بمجموعة من الخدمات المصرفية والتي منها تحصيل الكمبيلات أو خصم الكمبيلات أو رهن الكمبيلات لذلك هنا نجد أن البنك يقوم بهذه المهمة في موضوع تقديم خدمة للعميل في متعلق بالكمبيلات طبعا هنا اعتبرت الكمبيلات الخدمة التي يقدمها البنك ضمن العدوات التي يقدمها البنك لعملائه ويختلف الشيك عن الكمبيالة في أن الشيك أداة دفع يعني ماذا يعني أداة دفع لو طلعتوا على الشيك هتلاقوا مكتوب ادفعوا لأمر يعني هي أمر صادر من الساحب على المسحوبة اللي هو البنك بالدفع قيمة هذه قيمة الورقة لصالح طرف ثالث وهو المستفيد متى بمجرد الإطلاع أو عند تقديم هذه الورقة تمام مكتب؟ بينما الكمبيلات هي أداة دين أداة دين أو أداة اهتمام تدفع عند حلول أجل معين ولكن لو نلاحظين يا شباب أنه في موضوع الشيك نجد أن الشيك أخذ شكل الكمبيالة من خلال أن الشيك له تاريخ تحصيل والمفروض أن الشيك ليس له تاريخ تحصيل التاريخ الموجود على الشيك وهو تاريخ انتهاء مفعول الشيك التاريخ الموجود على الشيك هو تاريخ انتهاء صالحية الشيك يعني يعني المفروض أن الشيك يقوم يقوم حامل الشيك مجرد استلام الشيك بالذهاب إلى البنك وتحصيل قيمته تمام هيكد؟ ولكن في العرف التجاري في الدول النامية اللي إحنا جزء منها يتناقض هذا مع القانون التجاري الذي ألزم البنك الذي ألزم البنك باستداد بمجرد الاطلاع لذلك الشيك أصبح أداد دفع أمر بالدفع وأداد دين أو اعتما محاور الكمبيالات اللي هتكلم عنها المحاور أولا تقديم الكمبيالة للتحصيل نيابة عن العميل شراء الكمبيالة من خلال خصم قيمتها أعطاء العميل صاحب الكمبيالة قيمة الكمبيالة أو صافي قيمة الكمبيالة على بعض طرح فوائد الدين أو خصم أو مبالغ خصم الكمبيالة طبعا تعرفين أنه البنك لما يعطينا قيمة الكمبيالة بدين انتصر فترة إيش؟ بدين انتصر فترة إيش؟ فترة التحصيل الفترة هذا شهر شهرين ثلاثة سنة الفترة هذا بدين البنك يعتبر أنه أنه العميل أخذ بمثابة قرد وعلى القرد هذا فوائد فحيقوم البنك بخصم قيمة الفوائد من الكمبيالة وعطاء العميل صافي القيمة وبيضا الكمبيالة قد تقدم كرهن لقرد بضمان كمبيالة ماشي الحال؟ أول شي خليني نتكلم عن الكمبيالة المقدمة للتحصيل قد يكلف البنك قد يكلف العميل البنك للقيام بالاحتفاظ بالكمبيالة لأجل لتاريخ استقاقها وبعد هيك سيقوم البنك يحصل هذه الكمبيالة من المدين مين هو المدين؟ هو المطلوب منه أنه يسد قيمة الكمبيالة اللي هو مصدر هذه الكمبيالة طب هنا البنك يريد أن يتعرف من خلال نظامه المحاسبي على أن هناك كمبيالات موجودة لديه تحتاج إلى تحصيل من خلال إثبات هذه الكمبيالة في النظامه المحاسبي من خلال قيد نظامي طبعا قيد نظامي لا يترتب عليه أي مطالبة مالية ولكن هو مجرد إعلام للبنك بأن هناك كمبيالات بحاجة إلى تحصيل فالقيد النظامي اللي هيتم عمله كالتالي من حساب الكمبيالات برسم التحصيل إلا حساب مدعي كمبيالات برسم التحصيل طبعا هذا طبعا زي ما قلنا لأغراض رقابية وليطلاع على حجم الكمبيالات المطلوب تحصيلها وهذا وتم وضع الكمبيالات في حساب اسمه حساب كمبيالات برسم التحصيل في سجل الأستاذ العام طبعا حساب خاص إبو تمام بعد ما أنه بعد ما أنه البنك يقوم بتحصيل الكمبيالة يقوم بأسف قبل ما البنك يقوم بتحصيل الكمبيالة حيطلب من العميلة عميلة طيني حقي أجرتي اللي هو عمولتي فحيقوم البنك بخصم قيمة العمولة من حساب العميل حساب العميل دائن حساب جاري دائن لما نخص منه حيصير مدين إذا من حساب حسابات الجاري إلى حساب عمولة التحصيل وينتظر البنك موعد السداد بعد استحقاق الكمبيالة لكي يتوجه إلى المدين بخطاب يشعره بأن هناك مبلغ هناك كمبيالة مسحوبة عليه مطلوب منه أن يقوم بسداد قيمتها طيب نأخذ حالة الأولى الإيجابية وهي حالة السداد أن العميل استجاب مع البنك وإجاء على الشركة على المقر البنك وقام بدفع قيمة الكمبيالة عند الدفع حيدفع إما نقدا أو إذا كان له حساب جاري في نفس البنك حيقوم بدفع من خلال حسابه الجاري فهنقول من حساب الخزينة أو من حساب حسابات الجارية إلى حساب صاحب أو حامل الكمبيالة إلى حساب حسابات الجارية المستفيدة وبعد هيكد طبعا هنا طالما أن العميل قام بسداد قيمة الكمبيالة معناته أن الكمبيالة أصبحت ليست لدى البنك ليش؟ لأن المدين اللي قام بسداد قيمة الكمبيالة حيستلم بكمبيالته وحيعطيني قيمتها وهيأخذ الكمبيالة يلغيها أو يمزحها قطحها هي هو حرفية تمام هيكد؟ فحنقوم بالغاء القيد النظام المعمود طب في حالة أن العميل موجود في منطقة جغرافية خلافا لمكان تواجد البنك والعميل اللي هو أنا بغطاء غزة العميل موجود في الضفة كيف أنا بدأ حصلها؟ طبعا هنا البنك حيقوب بنفسي بالتواصل مع فرع له في الضفة وإذا كان ما فيش فرع له في الضفة الفرع في الضفة يكون العميل موجود فيه فإذا كان مش موجود فيش له فرع فهيضطر البنك بالتواصل مع بنك تاني يسمى بنك يرسل له الخطاب يرسل له الكفاءة الكمبيالة لكي يقوم بالتواصل مع المدين يطلب منه سداد قيمة الكمبيالة البنك اللي أنا هرسل له الكمبيالة هنسميه بنك مراسل أو مراسلين تمام هكد؟ طبعا طبعا هنا أنا الكمبيالة صحيح مش موجود عندي لك مش هلغيها مش هلغيها ولكن هعمل حساب وسيط أثبت فيه إنه الفرع استلم الكمبيالة لأجل تحصيلها فهقول مش فعش أقول من حساب الفرع ولكن هعمل حساب جديد هقول من حساب الفرع شرطة كمبيالات مرسلة للتحصيل كحساب وسيط إلى حساب كمبيالات مرسلة للتحصيل مرسلة وليس ترسم إذن هذا قيد جديد يعني قيد نظام جديد من حساب الفرع كمبيالات بسم التحصيل إلى حساب كمبيالات مرسلة للتحصيل طبعا هنا الأجل القيد هذا برضو هذا قيد نظامي لأجل الرقابة والمتابعة عمية التحصيل الكمبيالات نفترض إنه المدين قام بالسداد في الحالة هذه حيقوم الفرع بإشعار البنك الأول بإنه العميل إنه المدين سدد قيمة الكمبيالة ويا بانك إثبت العملية في دفاترك وإنت حصير إلك عندي قيمة هذه الكمبيالة ساعتها حنقول من حساب البنك أو الفرع المراسل أصبحت هنا الكمبيالة قيمتها موجودة في عند البنك المراسل فأصبح البنك المراسل مدين إليه يعني أنا بدي منه مصاري بقيمة الكمبيالة والقيمة ستتم إضافتها في حساب جاري العميل وساعتها يستطيع يستطيع العميل ساحب قيمة الكمبيالة طبعا الفرع سيشتغل بعمولة طيب إحنا أساسا مش إحنا لما استلمنا الكمبيالة من العميل أخذنا منه عمولة طبعا إذا هنا البنك مش هياخد من العميل عمولة جديدة لأ حيتقاسم العمولة الأولانية بينه وبين الفرع فحنقول من حساب عمولة تحصيل اللي هي كانت في القيادة التانية اللي عملناها كانت دائنة حصير مدينة حنخفض قيمتها للصالح إضافة القيمة في حساب البنك المراسل أصبح البنك المراسل التزام علينا أو بده منه قيمة عمولته طبعا القيمة العمولة تاعتهم حطت في حساب بتاعه اللي هو الحساب الدائم بتاعه وثم إلغاء القيود النظامية القيود الثاني اللي عملنا بده ألغيه من حساب كيمبيالة مراسل للتحصيل إلى حساب الفروع كيمبيالات مراسل للتحصيل والقيود الأول أصبح مش ماوجود عندي لأنه العميل لأنه المدين استلم كيمبيالة فأصبحت مش ماوجودة فمن حساب مرضعي كيمبيالات برسم التحصيل إلى حساب كيمبيالات برسم التحصيل نيجي نأخذ الحالة السلبية الحالة السلبية نهضة مرحلتين مرحلة انه البنك نفسه تواصل مع المدين لكي يقوم بسداد قيمة الكمبيالة والمرحلة التالية انه الفرح هو لتواصل خلينا المرحلة الاولى انه البنك تواصل مع المدين وقام لاجل سداد قيمة الكمبيالة في الحالة هذه اذا رفض طبعا هنا يضطر البنك بالقيام باجراءات القضائية لمطالبة المدين بالسداد المستحق عليه بموجب الكمبيالة طبعا هنا يا شباب حيقوم البنك بتفع مصريف قضائية تسمى مصريف بروتستو مصريف بروتستو البنك حيتفحها ولكن حيخصم قيمتها من العميل صاحب الكمبيالة او مقدم الكمبيالة فحنقول من حساب مصريف بروتستو الى حساب الخزينة وبعدين حنحمل مصريف على حساب جاري العميل من حساب حسابات جارية الى حساب مصريف البروتستو تمام؟ طيب الحين الكمبيالة اصبحت الكمبيالة غير موجودة في سجلات وضمن مستندات البنك ليه؟ لانها ارسلت الى المحامة ودخلت الكمبيالة في ملف القضية ودخلت الكمبيالة في ملف القضية فهنا هنسوي هنقوم بإلغاء القيد النظام اللي عملنا لانه بالفعل اصبحت الكمبيالة ليست ضمن مستندات داخل البنك تمام من حساب مدعي كمبيالة برسم التحصيل الى حساب كمبيالات برسم التحصيل فرضا بان الكمبيالة رفضت من قبل الفرع طبعا هنا نفس الشيء الفرع دفع مصاريف هنا طبعا الفرع رفع قضية ودفع المصاريف وسجل في دفاتره من حساب المصاريف بروتستو الحساب الخزينة والحين ارسل لنا اشعار يفيد بان الفرع بان المدين رفض السداد وقمنا باتخاذ الاجراءات اللازمة ورفعنا قضية ودفعنا مصاريف وانا بطالب وانا بطالب بطالبك يا بنك باستفاء قيمة المصاريف من العميل لصالع حيه هنا ايش حسوي البنك حيقوم بخصم قيمة المصاريف من حساب جاري العميل وإداع القيمة في حساب البنك أو الفرع المراصل تمام هكد تمام طبعا هنا هكذا هكون عندي حاجة اسمها عمولة العمولة ندفعت في الفرع والفرع أثبتها عنده لأنه أساسا ما فيش مستند بقيمة العمولة والمصاريف المستند موجود في الفرع فهنا بثبت أحقية الفرع في قيمة هذه العمولة أو العمولة أو المصاريف البروتستو ثم إلغاء القيود النظامية طب قبل إلغاء هنا فيه إيش في قيد بده عميل بكتاب توش يكتبوه يا شباب باش هنا الفرع سواء كان حصل أو محصل إلو عمولته سواء حصل أو محصل في عمولة يستحقها فهنقول من حساب عمولة التحصيل إلى حساب الفرع أو البنك المراسل كما عملنا في الفقرة السابقة بنعملها نفس القيد وبعدها إلغاء القيود النظامية سنلقي قيد الثاني وبعدها نلقي القيد الأول لماذا؟ لأن أصبحت كمبيالا في ملف القضية ومش دمن أصول المنشئ تعالي نشوف مثال استلم البنك كمبيالا بقيمة 20 ألف من عملائه بغرة التحصيل تم تحصيل فيها على جزئين جزء 15 ألف تحصلت من قبل البنك نفسه وتتلاف منها تحصل من خلال فرع البنك في الضفة طب ضعي الألفين ما لناشي على قيبهم الألفين الضعيين لسه ما إجا موعد تحصيلها فهنا نسمد قيد النظام بكامل القيمة من حساب 20 ألف من حساب كمبيالات برسم التحصيل إلى حساب مدعي كمبيالات برسم التحصيل طبعاً الجزء اللي حصلناه هنقول من حساب الخزينة إذا حصلناه نقضاً أو من حساب حساب جاري إذا كاني المدين إلى حساب عندي إلى حساب ويتم وضع القيمة في حساب جاري العميل المستفيد على مقدم الكمبيالة بقيمة 15 ألف المبلغ المحصل ثم نقوم بالغاء لقيد النظامي بقيمة المبلغ المحصلة الغاء القيد النظامي المتعلق بالكمبيالات المحصلة كام كيمة المتحصلة بقيمة 15 ألف إذا حلغ القيد النظامي بالـ 15 ألف من حساب كيميات بصمة التحصية 15 ألف إلى حساب مدين كيميات بصمة التحصية الجزل المحصل من في الضفة إذا كان أنا بدأ أتعامل مع العملية بالكامل حسبت أنه قيد إرسال الكمبيات إلى الضفة هقول تتاف من حساب فروع كيميات مرسل للتحصيد إلى حساب كيميات مرسل التحصيل عند التحصيل طبعا سيتم إرسال إشعار من البنك يفيد بين الفرع يفيد بأن المدين قام بالسداد القيمة المستحقة ويا بنك أثبت ذلك في قيد محاسبي لديك سنقول تتلاف من حساب البنك أو الفرع المراسل اللي حصل ويتم وضع قيمة الكمبيات في حساب جاري العميل الكمبيات في حساب جاري العميل وبعدين سنقوم بالغاية النظاميين بقيمة التلاف فقط لا غير تمام ونيجي خليها نكمل التمرين الأول صفحة 177 وان شاء الله على خير خلينا نكمل ما بعض في موضوع التمرين الأول صفحة 177 في أنا عندي هان تدريب بحكيلي آآ 80 ألف مجموعة الكمبيلات المقدمة للتحصيل عمولتها 7-8% طبعا هنا شباب في كمبيلات بغضب التحصيل معنات وانه اول شيء بالدعم القيد افتتاء قيد بالدعم القيد آآ نظامي اثبت فيه انه انا استسلمت هذه الكمبيلات فحقول 80 ألف من حساب كمبيلات نسبة التحصيل الا حساب موضعي كمبيلات برسم التحصيل طبعا هنا البنك حياخد عمولته قبل ما يحصر قبل ما يسوه اي شيء قيمة العمولة هقول 80 ألف ضرب 7 على 8 في المية بيطلع عندي 700 من حساب حسابات التجارية الى حساب عمول التحصيل او اقول اراد عمول التحصيل ناخد الفقرة التانية 90 ألف مجموعة الكمبيلات المحصلة من اصل الموضع برسم التحصيل نقدا اذا فيه عندي كمبيلات تحصلت نقدا اذا معاته الخزينة السلامة هقول من حساب الخزينة الى حساب حسابات التجارية طبعا هاخد المصار وحطها في الخزينة و اثبتها في حساب العميل بالتسعين ألف ماشي وبدأ القيد النظامي بقيمة التسعين ألف اللي هو قيمة كمبيلات المحصلة الحساب موضع كمبيلات بصم التحصيل اللي حساب كمبيلات بصم التحصيل هاي اثنين تلاتة أربعين ألف هجموه الكمبيلات المرسلة للفروع للفرع ستة للتحصيل طبعا هنا يا شباب هاسبت اول شي قيد واحد بفش غيره هاسبت انه فيه كمبيلات ارسلت للفروع للتحصيل هنقول من حساب فروع فرع ستة كمبيلات مرسلة للتحصيل الا حساب كمبيلات مرسلة للتحصيل فقط لا غير انا لا حصلت ولا لسه انا ما بعرفش لسه لسه عميت ارسال فقط ثلاثين الف اجموه كمبيلات المرسلة للمرسلين للتحصيل نفس القيد هو ولكن بدل فروع اكتب مرسلين من حساب ثم تلاثين الف من حساب مرسلين كمبيلات مرسل للتحصيل الا حساب كمبيلات مرسلة للتحصيل عشرة مجموعة الكمبيلات التي سحبها أصحابها قبل موعد استقاقها يعني قبل موعد استقاقها طبعا هنا من أصل المرسل للفروع للتحصيل يعني أنا كمبيلات أعطيتها للبنك لحصلها البنك أخذ كمبيلات وأرسلها للفرع للتحصيل قبل بيجي مع التحصيل قلت للبنك يا بنك رجعي للكمبيلات طبعا رجعي للكمبيلات معناته أنه أنا هخاطب الفرع أقوله رجعي للكمبيلات وألغي لقيد النظام الثاني تبعي للكمبيلات المرسل للفرع للتحصيل فألغي لقيد النظام الثاني هقول من حساب كمبيلات مرسل للتحصيل إلا حساب فروع كمبيلات مرسل للتحصيل هذا رقم ستة هنا بالغلط بكتب بس فروه لأنا مش عارف لأي فرع أرسلت والغي قيد نظامي الأول عشان تلاف محساب مدعي كمبيات برسم التحصيد إلا حساب كمبيات مرسلة إلا حساب كمبيات برسم التحصيد تمن تلاف مجبور كمبيات المرفوضة لدى الفرع طالما فيه مرفوضة لدى الفرع لدى البنك نفسه معناته أول شي أول شي بوليهان فيه عند مصيح بروتستو البنك حيدفع المصاريف وهيحمله على حساب الجاري العميل من حساب مصيح بروتستو للحساب الخزينة بعدين هيحمل المصاريف على حساب العميل وبعد يأكيد يلغي قيد نظامي وخلص وبس ستلاف مجبور كمبيات المرفوضة لدى المراسليين وطلب أصحابه عدم إجراء البروتستو يعني عدم إجراء عدم القيام باتخاذ أي إجراءات غضائية فمعادة الكلام هذا إنه المراسليين بعمناته إنه المراسليين حيقوموا بإرجاع الكمبيالة إلى البنك والبنك حيرجحها لمية لصاحبها وهنا حتم إلغاء القيادين النظامين فقط لغير الحساب كمبيات المرفوضة للتحصيل الحساب مراسلي كمبيات المرفوضة للتحصيل والغاء القيد نظامي الأول آسف يجبوا هنا في قيد الثاني بدنا عميل حنقول قيد الثاني 6000 من حساب موضعية كمبيالات برسم التحصيل 6000 إلى حساب كمبيالات برسم التحصيل اعملوا قيد الثاني يا شباب لأن أنا عندي قيدين قيد الأول قيد الثاني تبع الإرسال للمراسلين والقيد أو قيد نظامي الأول اللي أنا بدي ألغيه اللي هو 6000 من حساب موضعية كمبيالات برسم التحصيل 6000 إلى حساب كمبيالات برسم التحصيل 19000 مجموعة كمبيالات المحصلة لدى المراسلين نقضا إذا المراسلين حصلوا وأثبت العملية في دفاتر المراسلين نقضا وحيقوم المراسلين بإشعار البنك بأن هناك كبيرة تم تحصيلها فحيقوم البنك بيثبت إثباتها كالتالي 19000 من حساب مراسلين إلى 19000 إلى حساب حسابات الجارية وحنطالب المراسلين بالقيمة وطالب لما تحصلت إذا بدألغ قدر نظامي طب قبل في عندي عمول التحصيل خاصة بالمراسلين هنقول 80 من حساب عمول التحصيل هتقاسم عمول التحصيل اللي خدناه في الأول اللي البنك أخده في الأول من العميل وحيتقسمها بينها بينه وبين المراسلين هقول 80 من حساب عمول التحصيل إلى حساب المراسلين حسبتها في حساب المراسلين دين علينا إلهم وبعدين ألغى قيد النظامي 19 ألف من حساب مراسلين كمبيلات مراسل التحصيل طب هتا قيد النظامي الثاني اللي أنا حلقيه ونفس الشي حلقي القيد النظامي الأول 19 ألف من حساب مدعي كمبيلات برسم التحصيل 19 ألف من حساب كمبيلات برسم التحصيل 9 9000 مجموعة الكمبيلات التي رفضت لدى الفرع رقم 5 وأجرى البروتستو التي بلغت مصاريفه 120 وفي عمول التحصيل خاصة بالفرع 30 هنا يا شباب الفرع قام بإجراء مصاريف البروتستو المصاريف هذا دفح الفرع وتم شعار البنك بهذه المصاريف فحقوم البنك بسبات المئة وعشرين دينار لصالح البنك وتخصم من حساب العميل إذا هنقول 120 من حساب حسابات تجارية 120 إلى حساب المراسل إلى حساب الفرع المراسل إذا هنقول 120 من حساب 120 من حساب حسابات تجارية العميل طبعا 120 إلى حساب المراسلين أو الفرع المراسل رقم 4 وبعدين في عمولة الفرع حسبتها طبعا نفس الشيء هتقاسم العمولة اللي في الأول اللي أنا استلمتها من العميل بيني وبين الفرع المراسل هنقول 30 من حساب عمولة تحصيل إلى حساب 30 إلى حساب الفرع رقم 4 وبعدين خلصنا هيكد بدنا نلقي القيدين النظامين اللي هو القيد الثاني هو القيد الأول بالتسعة تلاف تسعة تلاف هيكد هنا نهاينا الجزئية الخاصة بالكمبيلات المرسلة للتحصيل وإن شاء الله بدنا نكمل موضوع الكمبيلات المخصومة كمبيلات المخصومة طبعا أنت يا شباب الكمبيلات المخصومة لهان معناته أنه العميل معه كمبيالة ومحتاج قيمتها اتغدم إلى البنك بطلب أنه البنك يشتري هذه الكمبيلات ويعطي قيمتها طبعا البنك هيشتري مش معقول الكمبيالة حقها 100 ألف هيعطيه 100 ألف لا حيروح يخصم فوائد على اعتباره أنه قرد وحيحسب إليه فوائد خلال حيحسب إليه لنفسه فوائد والصاف القيمة حتنضاف إلى حساب مين حساب العميل وحنشوف الكلام هنا كيف كمبيالة المخصومة العلاقة هنا علاقة باعة ومشتري البنك هو المشتري والعميل هو الباعة حيث يقوم البنك بشراء الكمبيالة وخاص بقيمة الفوائد المسحقة ثم دفع صاف القيمة إلى حساب العميل طبعا هنا البنك ينتظر تاريخ السداد قيد السلام الكمبيالة لما أنا استلمت من العميل كمبيالة بدي أثبت قيد نظامي حالشان لأجل الأغراض المتابعة الأغراض الرقابة والمتابعة طبعا هنا قيد نظامي تم إثباته بعدين هثبت أنه أنا دفعت للعميل قيمة الكمبيالة المخصومة فأقول من حساب الكمبيالة المخصومة إلى حساب حسابات تجارية بعد مخصوم منه الفوائد والعمولة وما شابه تمام الآن إجت المرحة التانية مرحة تاريخ استحقاق ومطالبة المدين بالقيام بسداد قيمة الكمبيالة المصدحة حقا عليه بتاريخ استحقاق يتصل البنك بالمدين ويطلب منه السداد القيمة من خلال الرسالة هقوله يبعت الرسالة هقول هناك السيد فلاني هناك كمبيالة المصحوبة عليكم بقيمة كذا برجاء الحضور إلى البنك للسداد وفي حال التأخر سيضطر البنك آسفا لتخلص إجراءات قانونية اللازمة الحالة الإيجابية إنه المدين هيتوجه إلى البنك ويسد إذا سد نقضا هقول من حساب الخزينة إذا سد من حسابه الجاري حقصه من حسابه الجاري إذا كان إله حساب عندي إلى حساب الكمبيالة المخصومة لو إحنا رجعنا لو إحنا رجعنا حلا هذا الكمبيالة المخصومة مدينة كأصل لدى البنك لما العميل سدد طبعا سيستميل الكمبيالة سيستميل مننا الكمبيالة فمن مدين ستصير الكمبيالة طرف دائن الكمبيالة المخصومة سيصير طرف دائن علشان أصل الكمبيالة يعني انتهت مش عنا أصبحت لدي سليل دائن فكانت لما أنا اشتريتها كانت مدينة لما أنا حصيت قيمتها طبعا حصيت قيمتها واصل الكمبيالة استلمها من اللي دفع قيمة الكمبيالة اللي هو المدين طبعا ما استلم الكمبيالة إذا فيه عند غير نظامي يريده إلغاء من حساب موضوعية كمبيالة برسم الخصم إلى حساب كمبيالات برسم الخصم وتنتهي المسألة طب الحالة السلبية آه آسف في حالة إنه العميل يسكن خارج المدينة في الضفة مثلا هنا سوف يقوم البنك بالتواصل مع الفرع الخاص به فرعه بالضفة أو إذا كان ما فيه شي سوف يتواصل مع بنك ثاني يسميه بنك مراسل وسيكلفه بالقيام بتحصيل الكمبيالة هنا في الحالة هذه شباب هنا الكمبيالة أصبحت ملك للبنك فلما أرسلها إلى الفرع حسبتها داين على الفرع فحقول من حساب الفروع مش هنقول من مش هنعمل حساب بسيط هنا حنقول من حساب الفروع كويس فقط إلى حساب كبيرة مخصومة مرسلة للتحصيل كحساب بسيط تمام إذا هنقول من حساب الفروع حساب كبيرة مخصومة مرسلة للتحصيل بس هنضيف كبيرة مخصومة هان ويتولى الفرع مخاطبة المدين ويطالبه بالسداد في حالة في حالة السداد في حالة السداد فقط هنقوم بإلغاء القيد النظامي هنقوم في حالة السداد في حالة السداد هنا يا شباب طبعا لذاك الفقرة القيد اللي عملنا لما قلنا من حساب الفروع إلى حساب كبيرة مخصومة مرسلة للتحصيل طبعا إلى حساب كبيرة مخصومة مرسلة إيش للتحصيل هذا حساب وسيط إذا حصلنا حتم لغاء الحساب الوسيط اللي هو حساب كمبيالة كمبيالة مخصومة مرسلة للتحصيل هاي هاي ها هقول من حساب كمبيالة مخصومة مرسلة للتحصيل إلى حساب إيش كمبيالة مخصومة طبعا ما هي كمبيالة الأصل عندنا كانت مديا لما لما حصلنا القيمة طبعا كمبيالة أصل تم تحصيله فأصل انتهينا منه فكان مديا في الفقراء في الفقراء الأقابل في القراء الأولاني وأصبح هنا دائن لأجل إلغائه فقط لا غير ثم الغائق النظامي الأول اللي احنا عملنا يا حساب كبير آسف هنقول من حساب موضعية كمبيالات برسمة الخصم إلى حساب كمبيالات برسمة الخصم عدلوها يا شباب إثبات اطعاب الفرع هنقول من حساب عمولة الفرع إلى حساب الفرع أصلا أصبح الفرع بده مننا أصبح الفرع حسابه دائن بقيمة الالتزام أو المبلغ المستحق له طبعا هي تمت مقاسمة العمولة المحصلة من العميل بين الفرع والبنك فرع المرسل والبنك هنقول من حساب عمولة الخصم أو عمولة آسف عمولة الخصم طبعا ما هي عزب الخصم إراد لما قسمناها مدينة هدائنا لما خفضنا القيمة أصبحت مدينة من حساب عمولة الخصم إلى حساب عمولة الفرع الحالة السلبية رفض العميل السداد طيب هنا فيه حالتين أو فرع إذا كان تم رفض من قبل البنك نفسه في قطاع غزة في الحالة هذه البنك سيقوم بالتخصص جاتي ببروتستو ودفع المصاريف وبعد من يدفع المصاريف سيحمل المصاريف على حساب العميل هذا واحد أولا وبعدين سيطالب العميل بقيمة الكمبيلات المخصومة اللي البنك اشتراها فهيضطر العميل هيجي للبنك وهيسدد قيمتها وبعدين هقوم من إذا كان له مصاريف إذا كان له رصيد في حسابه هقوم من حساب حسابات الجارية اللي حساب الكمبيلات مخصومة طلاحظين الكمبيلات المخصومة كانت مدينة لما سرناها لما تخلصنا منها وردناها لصاحبها أصبحت دائنة في كل الأحوال في عند قيد نظامي هنقوم بلغاو نفس الشي يا شباب قيد نظامي هنا عدلوها هنقوم من حساب موضعية كمبيلات برسم الخصم إلى حساب كمبيلات برسم الخصم هذا واحد كمان آه نعم فيزا في قاعدة بتقول في كل الأحوال سواء تم التحصيل أو تم رفض بلنا نلغي القيود النظامية المعملة طبعا هنا إذا إذا كان الكنبيالة أرسلت للفرع للتحصيل وتم إلغائها وتم رفض السداد فإيش هنسوي هنلقي القيد النظامي له قيد الارسال الكنبيالة إلى الفرع حكوم حساب كمبيالة مخصومة مرسل للتحصيل إلى حساب الفروع وبعدها هنطالب العميل بإنه يسد قيوبة الكنبيالة هنقول من حساب حسابات الجارية إلى حساب كمبيالة مخصومة ثم الغاء القيد النظامي في كل الأحوال طبعا وبما أن الفرع المراسد تبع مصاريف معناته إنه أنا هحمل المصاريف في هذا الحساب العميل فقط وأثبتها دين لصالح الفرع هنقول من حساب حساب الجارية إلى حساب الفروع واحد يجي يقول لي طيب هنا يا شباب المصاريف ليش مثبتت لأ لمصيفين ما بتثبت ليش ما بتثبت باختصار لأنه الفرع هو اللي تفحه ولكن إحنا هنثبت الدين اللي علينا لصالح الفرع ونخصم الدين هذا من حساب جاري العام ناخد تمرين صفحة التانية رفافها 178 الخاص بالخصومات الكيات المخصومة ناخد أول الفقرة بقول لي عندي مليون ومثلين مجموعة الكمبيات المقدمة للخصم فقط عمل قيدة نظامة حسبت فيها إنه الكمبيات قدمت للخصم انخصمت مخصمت لسه عند قيدة نظامة ويتم مدارسة الموضوع اثنين في مئة ألف مجموعة الكمبيات التي وافق البنك على خصمها بمعدل الفائدة تسعة في المية عموة لوعة في المية طوابع تستحق بعد الثمانين يوم ليش تمانين في اليوم علشان هنا يا شباب بنحسب قيمة الفائدة إذا حنقول مئة ألف من حساب كميات مخصومة إلى مذكورين مئة ألف ين قيمة الفواد المخصومة اللي هو حسبناها مئة ألف ضرب تسعة على مية ضرب تمانين يوم على تاتمية ستين يوم وفي عند ألف إلى حساب عموة الخصم معروفة واحد في المية وفي عند تاتمية إلى حساب الطوابع ملاحظين هنا مئة ألف عنقص منهم الألف والألف والترتمية وصاف القيمة حتنحط في حساب جاري العميل تلاتة تسعين ألف مجموعة كميات المخصومة المحصلة نقضا ومن الحسابات الجارية الدائنة مناصفة يعني جزء تحصل نقضا والجزء الثاني آسف 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 آه تسعين ألف إذا في عند خمسة نعيد تاني رقم تلاتة تسعين ألف مجموعة الكميات المخصومة المحصلة نقضا طبعا لم تحكيش إلي تم خصب كميات جموعة الكميات المخصومة المحصل نقضا ومن الحسابات الجارية الدائنة مناصفا يعني جزء حصل نقضا وجزء خصم من الحسابات الجارية الدائنة معناته الكلام هدا هقول من مذكوريا خمسة واربئين ألف من حساب الخزينة خمسة واربئين ألف من حسابات الجارية إلى الحساب الكمبيل Tackle مخصومة طيب لما حصلناها إلغاء القايد النظامي طبعا هنا في عند قيد نظامي بدي يتم إلغاؤه هقول في قيد النظامي 90 ألف من حساب اكتبوها يا شباب 90 ألف من حساب موضعية كمبيلات برسم الخصم 90 ألف إلى حساب كمبيلات برسم الخصم 22 ألف كمبيلات المخصومة المرسل للفروع للفرع السبعة للتحصيل حسبت فقط قيد واحد قيد الإرسال فحقول في القيد الإرسال من حساب الفرع السبعة إلى حساب كمبيلات مخصومة مرسلة للتحصيل 22 ألف 22 ألف طبعا الفرع السبعة 30 ألف مجموعة كمبيلات المخصومة مصاريفه 550 وعمولته 50 هنا العمولة خاصة بالمصاريف الروتستو في الحالة هذه يا شباب حمل قيدين قيد في إلغاء الكمبيلات المخصومة بس قبل ما ألغيها بدي أطالب العميل حقول له تعال ادفع قيمة الكمبيلات اللي أنا اشتريتها منك وادفع للمصاريف طبعا هنا أول حقي حسبت قيد المصاريف من حساب مصاريف بروتستو إلا حساب الخزينة اللي أنا دفعتها وبعدين أهم المصاريف هذه والعمولة والكمبيلات نفسها على حساب جاري العميل إذن من حساب جاري العميل إلى مذكورين مصاريف بروتستو 150 عمولة بروتستو 50 وقيمة الكمبيلات 12 ألف مجموعة المبلغ 12 ألف ومتين كل المبالغ هذا هتنخصب من حساب جاري العميل ثم القائد النظامي فقط نشوف سبعة سبعة تلافة نشوف الكمبيلات المخصومة المرفوضة لدى المرسلين أجرى عليها البروتستو بلغت مصاريفه 80 وعمولة البروتستو 20 معناته هنا المراسل البنك المراسل حيخاطب البنك حيقول له إنه الكبيل أول شيء ارتفضت الحاجة الثانية دفعت مصاريف 80 زائد 20 هي 8 مصاريف وعمولة 20 إذا أنا أستحق منك قيمة 100 دينار حيقول البنك إثباتها لصالح البنك المراسل وتخصم من حساب العميل إذن حيقول 100 من حساب حسابات تجارية 100 إلى حساب المراسلين وإلغاء القايد النظامي والغاء القايد أسف إلغاء القايد الإرسال 70 ألف من حساب 7000 من حساب كمبيلات مصاريفة مصاريفة تجارية لحساب المراسلين فقط لا غير 9 60 ألف كمبيلات معادة معادة خصمها لدى البنك المركزي أنا في عند كمبيلات مخصومة وجازة لكن البنك قد يكون يحتاج أموال هذه الأموال بديها مش بيحتاج سيولة فحيروح هيأخذ كمبيل المخصومة ويأمل إلها عادة خصم لدى لدى مين لدى البنك المركزي فحنسبتها بالقيد حنسبت إنه كمبيلات أرسلت إلى البنك المركزي لعادة خصمها حقول 60 ألف من حساب كمبيلات معادة خصمها 60 ألف من حساب كمبيلات مخصومة طبعا هنا شباب هنا الكمبيلات أرسلت للخصم ولكن لهذا الوقت لم يأتين أشعار بالموافقة على عملية الخصم نيجع العشرة هنا في عشرة في كمبيلات وافق البنك على عادة على أيش عادة خصمها وتم خصمها في الحالة الموافقة حنقوم عمل التالي طبعا هنا شباب في القيد هنا قيد إرسال كمبيلات المخصومة إلى البنك هنا بيحكي لي البنك وافق يعني مع هذا كلام القيد القبل هذا تم عداده في السابق وقلنا فيه خمسين ألف من حساب كمبيلات معادة خصمها إلى حساب كمبيلات مخصومة ومش محتاج أعمل قيد هذا لأنه تم عداده في السابق هنا إجت الموافقة هنا إجت الموافقة معناته فيه قيد بدي يعملوا كالتالي حنقول كالتالي أنا بدي من البنك المركزي مبلغ بقيمة الكنبيالة المعادة خصم الموافق هنا قلنا إلى حساب كمبيلات معادة خصمها طيب في السابق عملنا القيد هذا في السابق حساب كمبيلات معادة خصمها الحينها هنا طالما تم خصمها فحنلغي القيد الوسيط هذا اللي هو هنقول إلى حساب كمبيلات معادة خصمها طبعا هنا كام قيمة كمبيلات المعادة خصمية خمسين ألف لكن هل إحنا هنأخذ من البنك المركزي خمسين ألف لا هنأخذ من البنك المجزي الصوافي القيمة بعد خصم الفوائد عاد خصم اللي هي ألفين عمول لمية بحصف إلي سبعة واربعين ألف سعمية هذا أموال مستحق هذا أموال لدينا لعند البنك المركزي إذن البنك المركزينا مدين لنا بقيمة بصافي قيمة الكمبيالة المعاد خصمها زي ما أقول المدينين أحد عشر أربع تلاف كمبيالات معاد خصمها مرفوضة أجرية عليها البروتستو وبلغت مصريفه مئة وسبعين دينار هنا الكمبيالات المعاد خصمها لدى مين؟ لدى البنك المركزي إذا البنك المركزي دفع مصريف حيقوم البنك المركزي بإشعار البنك بإنه هناك الكمبيالة تم رفضها وأجرينا الإجراءات البروتستو وأجريات الإغضائية وأجري منك يا بنك تعوضني بقيمة المئة وسبعين دينار المصريف زايد منك أن تعوضني بالأربع تلاف قيمة الكمبيالة المعاد خصمها فحقولي البنك حيث بتقيل التالي طبعا هنا رجعت الكمبيالات لدينا فحقولي قيل التالي أربع تلاف في الحساب كمبيات مخصومة وفي عندي مئة وسبعين قيمة المصاريف المبلغين هدولا هيثبتوا لصالح البنك المركزي لصالح مين البنك المركزي لصالح البنك المركزي وحيتم مطالبة العميل بسداد القيمة بسداد القيمة اللي هي أربع تلاف ومئة وسبعين حتنقص من حسابه الجاري سيقول أربع تلاف ومئة وسبعين من حساب حساباته الجارية إلى مصاريف بورتستو ولكن بيع نفسها المخصومة لقيمة أربع تلاف اتناعيش مئة وخمسين ألف كمبيات مخصومة لدى البنك والعمولة سبعة على خمسة عش الفائدة تسعة في المية الطوابع تلاتمية مدى التحصيل تمن شهور نفس القيد الأولان في السابق بس إعادة إليه فقط لا غير طبعا هنا الكنبيالة مخصومة يعني تم خصمها تم خصمها معناته ما فيش عندنا قيد نظامي قيد نظامي عملي في السابق وهنا الكنبيالة تم خصمها فالقيادة للنظامي مش هعملوا كمان مرة لأنه لم ما حكيش إلا في المسألة إنه تقدم البنك تقدم العميل للبنك للخصم لقل لي تقدم العميل للبنك الخصم فهعمل قيد نظامي طب هان بدي أعتبر بدا تخيل إنه القيد النظامي معمول في السابق و ضايل عندي قصة تحصيل قيمة الكنبيالة المخصومة فحقول فأصبت الكنبيالة المخصومة يا شباب هنا ملك أو ضمن أصول البنك حقول 150 من حساب الكنبيالة المخصومة إلى مذكرين حاخذ من قيمة الكنبيالة المخصومة عمولة 700 فوائد 900 9000 طوابع 300 مجموحهم 10,000 حقصمهم من قيمة الكنبيالة المخصومة وأضيف في حساب الجال العميل صافي قيمة وهي 140,000